طيب دلوقتي مشاهدينا الساعة الثامنة صباحا وده ما عدنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالة الفضلية هذا شكرا عبدالصمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني بيدف الارتقاء بوضعياته التنافسية إقليميا وعالميا بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة وخلال الاجتماع لمتابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني وجه الرئيس السيسي بالاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي يوفرها الموقع الجغرافي لمصر هذا وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض أيضا أهداف تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة والموقف التنفيذي للأعمال الجارية في هذا الصدد تقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع سفراء كل من سلوفاكيا والشيك وبلغاريا وسلوفينيا وتناول اللقاء تجربة التنسيقية ودورها في الحياة السياسية والحراك الشبابي الذي أحدثته بمختلف الاتجاهات والتوجهات وما أثمرت من نتائج على الساحة السياسية كما تناول اللقاء عددا من القضايا الهامة وتبادل وجهة النظر حول المستجدات التي تدور على الساحة الدولية بالإضافة لمجريات ما تنوى له الحوار الوطني من قضايا مهمة في مختلف المحاور والموضوعات شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة التجارة الأمريكية بمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات في قطاع التعديم وأكد وزير البترول أن الاستمرار في تدريب وتأهيل وسقل خبرات الكوادر التعدينية عنصر رئيسي في رؤية تطوير وتعظيم استغلال الثروات مصر التعدينية هذا وشهد وزير البترول أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وفوسفات مصر وشركة لينس بريج الأسترالية لتنفيذ وتشغيل مشروع مصنع حامد الفوسفوريك في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ذكرت وكالة الأنباء السورية أن عسكريين سوريين اثنين أصيبا بجروح ووقعت أضرار مادية جراء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت نقاطا في محيط العاصمة دمشق وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن إسرائيل نفذت ضربة جوية برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق وأضافت الوكالة أن الدفاع الجوي تصدى للصواريخ وأسقط معظمها قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإسرائيلي إزاك هيرتسوغ ناقش في اجتماع بواشنطن الحاجة إلى نهج يستند إلى توافق في الرأي فيما يتعلق بحزمة التعديلات القضائية التي اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أكد خلال اللقاء على الحاجة لاتخاذ تدابير إضافية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية مشيرا إلى أن بايدن قرر التأكيد على الالتزام بالحفاظ على مصار لتحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر التفاوض قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترومب أنه تلقى خطابا من المحقق الخاص جاك سميث يفيد بأن هيئة محلفين كبرى تطلبه للتحقيق بسبب مساعيه لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في عام 2020 وأضاف ترومب أن سميث أرسل خطابا مرة أخرى يفيد بأنه مطلوب للتحقيق أمام هيئة المحلفين الكبرى بخصوص أحداث الهجوم على مبنى الكابتل في السادس من يناير عام 2021 حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين داعيا الدول الأعضاء إلى وضع ضوابط لإبقاء التقنية تحت السيطرة وفي جلسة هي الأولى التي يخصصها مجلس الأمن للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي قال جوتيريش إنه من الجلي أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير على جميع مناحي الحياة مضيفا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه إمكانيات هائلة للخير والشر وأشار إلى أن التقنية قادرة على المساعدة في وضع حد للفق أو علاج للسرطان لكن قد تكون لها عواقب خطيرة على السلم والأمن الدوليين ورياضيا يستضيف الأهل اليوم فريق حرس الحدود على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة والثلاثين من الدول الممتاز وستشهد المباراة تسليم الأهل دراء الدولي للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه وذلك بعد غياب دام موسمين عن خزينة الفريق انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل